أحباب العزاء من قناة أحباب الرسول كتاب المسموع موعدنا اليوم مع شخصية جديدة من كتاب صور من حياة الصحابة تأليف الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا وصاحب الشخصية هو صحيب الرومي ربح البيع يا أبا يحيا ربح البيع محمد رصول الله صحيب الرومي من معشر المسلمين لا يعرف صحيبا الرومي ولا يلم بطرف من أخباره ونتف من سيرا ولكن الذي لا يعرفه الكثير منه هو أن صحيبا لم يكن روميا وإنما كان عربيا خالصا نميري الأب تميمي الأم والانساء بصحيب إلى الروم قصة لا تزال ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ وترويها أسفاره وقبل البئثة بحوالي عقدين من الزمان كان تولى الأبلة سنان ابن مالك النميري من قبل كسرة ملك الفرس كان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره دعاه صحيبا كان صحيب أزهر الوجه أحمر الشعر ولدفق النشاط ذا عينين تتقدان فطنة ونجابة وكان إلى ذلك ممرحا عذبا روحي يدخل الصرور على قلب أبيه وينتزع منه هموم الملك انتزاعة مرت أم صحيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية السناء من أرض العراق طلبا للراحة والاستجمام فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم فقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت زراريها فكان في جملة من أسرتهم صحيب بيع صحيب في أسواق الرقيق ببلاد الروم وجعلت تتاوله الأيدي فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة سيد آخر شأنه في ذلك شأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين يملؤون قصور بلاد الروم وقد أتاح ذلك لصحيب أن ينفذ إلى أعماق المجتمع الرومي وأن يقف عليه من داخله فرأى بعينيه ما يعشش في قصوره من الرزاء والمبيقات وسمع بأذنيه ما يرتكب فيها من المظالم والمآثم فكره ذلك المجتمع وازدراه وكان يقول في نفسه إن مجتمعا كهذا لا يطهره إلا الطوفان وعلى الرغم من أن صحيبا قد نشأ في بلاد الروم وشبأ على أرضيها وبين أهلها وعلى الرغم من أنه نسي العربية أو كاد ينساها فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء ولم تفتر أشواقه لحظة إلى اليوم الذي يتحر فيه من عبوديته ويلحق بني قومه وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسيادها قد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ثم أتيحت الفرصة لصهي وولى هاربا من رق أسياده ويم مواجهه شطر مكة أم القرى موئل العرب وربعث النبي المرتقب ولما ألقى عصاه فيها أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي لكنة لسانه وحمرت شعر وقد حلف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن ودعاه طفق يعمل في التجارة فضرت عليه الخير الوفير والمان الكثير غير أن صهيبا لم تنسيه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصطاني فكان كلما مر كلامه بخاطره يسائل نفسه في لهفة متى يكون ذلك وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواب ففي ذات يوم عاد صهيبن إلى مكة من إحدى رحلاته فقيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث قام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده ويحضهم على العدل والإحسان وأنههم عن الفحشاء والمنكر فقال أليس هو ذلك الذي يلقبنه بالأمين فقيل له بلى فقال وأين مكانه فقيل له في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفة ولكن حذار أن يراك أحد من قريش فإن رأوك فعلوا بك وفعلوا وأنت رجل غريب لا عصبية لك تحميك ولا عشيرة عندك تنصرك مضى صهيبن إلى دار الأرقم حذرا يتهلفت فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن ياسر وكان يعرفه من قبل فتردد لحظة ثم دنى منه وقال ما تريد يا عمار قال عمار بل ما تريد أنت قال صهيب أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول فقال عمار وأنا أريد ذلك أيضا فقال صهيب إذن ندخل معا على بركة الله دخل صهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إلى ما يقشرق نور الإيمان في صدريهما وتسابق في مد أيديهما إليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأنضي سحابة يومهما عنده ينهلان من هدية وينعمان بصحبته رم أقبل الليل وهرأة الحرق قرج من عنده تحت جنح الظلام وقد حمل كل منهما من النور في صدرهما يكفي لإضاءة الدنيا بأسرها تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغيرهم من عشرات المؤمنين وقاس من نكال قريش ما لو نزل بجبر لهده تلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة لأنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوظ بالمكارث ولما أذن الرسول لأصحابه بالهجرة إلى المدينة عزم صهيبه على أن ينضي في صحبة الرسول أيبك لكن قريش شعرت بعزمه على الهجرة صدته عن غايته وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديه ويحمل معه ما درته عليه التجارة من ذهب وفي الظل صهيب بعد هجرة الرسول وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح كانت أعن الرقباء ساهرة عليه متيقظة له لم يجد سبيا غير اللجوء إلى الحيلة في ذات ليلة باردة أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضي الحاجة فكان ليرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها فقال بعد رقبائه لبعض طيبوا نفسا فإن اللات والعزة شغلاه بطنه ثم آووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى القراء فتسلل صهيب من بينهم ويم موجه شطر المدين لم يمضي غير قليل على رحيل صهيب حتى فطن له رقبائه فهبوا من نومهم مذعورين وامططوا خي لهم السوابق وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه فلما أحس بهم وقف على مكان عال وأخرج سهامه من كنانته ووطر قوسه وقال يا معشر قريب قد علمتم والله أني من أرمى الناس وأحكمهم إصابة والله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا منكم ثم أضربكم بسيف ما بقي في يدي شيء منه فقال قائل منهم والله لا ندعك تفوز منا بنفسك ومالك لقد أتيت مكة صعلوكا فقيرا فاغتنيت وبلغت ما بلغت فقال أرأيتم انتركت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة فمضوا إليه وأخذوه منه ثم أطلقوا سراحة أخذ صحيبي يقضي السير نحو المدينة فارن بدينه إلى الله غير آسف على المال الذي أنفق في جنيه زهرة العمر وكان كلما أدركه الونا وأصابه التعب استفزه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعود إليه نشاطه ويواصل سير فلما بلغ قباء رأاه الرسول صلى الله عليه وسلامه عليه مقبلا فهش له وبش وقال ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع وقررها ثلاثة فعلت الفرحة فعلت الفرحة وجه صهيب وقال والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله وما أخبرك به إلا جبريل حقا لقد ربح البيع وصدق ذلك صدق ذلك وحي السم وشهد عليه جبريل حيث نزل في صهيب قوله قول الله عز وجل ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فطوبى لصهيب بن سنان الرمي وحسن مآب